تفكر تمثل؟ عشان احنا عارفين ان فيه ناس كتير قوي صناع محتوى ساعات بعد كده بعد ما بيخلصوا فترة معينة من حياتهم في الموضوع ده بعد ما يفضوا لا مش لازم يكونوا يفضوا على فكرة يعني فيه ناس بتبتزي على السوشيال ميديا لا بس هو منطقين ما فيش حد بيفضل على طول ناجح اكيد بس دي برضو تالنت دي موهبة فهل انت مثلا بتفكر ان انت تتمثل في يوم الايام ولا مش عارف يعني ما فكرتش عمري في حياتي لا لا يعني والله عايز اقولك فيه ناس كتير عرضوا ده منهم اللي بيحبني منهم اللي بيجامل منهم اللي شايف حاجة انا مش شايفة الله اعلم بس ما حستش ان انا ممكن اعمل ده الصراع يعني انا حابب اللي انا بعمله دلوقتي ممكن قدام بس برضو ما ظنش هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن فعلا احس ان انا عايز اتجاهلها في يوم الايام من الكتابة وكنت عادت قاعدة كده مع احمد مرود وقاعد يقنان حتى اقوله انا لو كتبت الناس هتقول لبقى دلوقتي بعد ما كان بينطاقت كان بيكتب قال لي ايه المشكلة ايه مفياش ايه مشكلة قال لي لا قال لي حتى لو هيموك ما تتهاجم يعني انت لو هاجمت حد من حق انه هي هاجمك بس كتابت ايه يعني شرح لي كتابت ايه مش نفسي يعني ده ممكن افكر فيها بعدين اكتب دراما دراما ده عكس اللي انت بتعمله خالص صح انت دائما بتكتب قامل زي اه اه نحنا بدي نحاول ان احنا بقى نغير بقى بس يعني دي فكرة مستقبلية لسه مش عارف دايما بيقولوا ومعرفش لو دي حاجة صح يعني بس دايما يقولوا ان اكتر ناس بتعرف تكتب دراما هي اكتر ناس بتعرف تعمل كاميدي بس انا بوصلها من ناحية تانية ان اللي بيعرف يكتب دراما كويس بيعرف يعمل اي حاجة تانية حتى الكوميدي مش العكس بس الكوميدي اصعب نحن عشان الكوميديا عندنا الفترة دي مبنية على الافي والافيات اللي فيها جناس والافيات بتاعت السوشيال ميديا فممكن دي الافي نفسه عشان يدخلق محتاج تفكير كتير بس لها الكوميديا طول عمرنا طول عمرها اي مع الدراما يعني شوفي مثلا عاد الامام في تجربة دينماركية المشهد بتاع لما دخل مركز الشباب وهو وزير الشباب دي دراء يعني اللي جايله الخيال ان هو يعمل مشهد زي ده هيطلع اي اف في المشهد هيبقى حلو طبعا عاد الامام ويوسف معاطف اطلعه حاجة احلى بس لأ انا شايف العكس اللي بيكتب دراما كويس يقدر يعمل اي حاجة